ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير وفي احسن حالي النهار ده جايلكم فيديو جديد ان شاء الله كده يا رب ينول اعجابكم بالصباح ايز اقول لكم روتيب مشجع جدا جدا والجننة لما قامت قامت كده في عز التلج بس تعني اعمل ايه خلصنا من الموضوع ده كان نفسي اخلص من المطبخ ونضف وتنظيفة عميقة كده قبل ما نخش في الجد والشتا بقى وزعبيبه وانتو عارفين التلج بقى وديديديديديديديديديدي ايه تحت البطنية طول النهار فقلت يلا يا بيت يا وفاك كده تشجع وتنشطي وخلصي مطبخك النهار ده هزولكم مطبخ خميبهدل جدا جدا رغم ان ايدي فيها على طول بس لو مفر يعني ضروري ضروري هتلاقي اللي ايه اللي انا شفته ده المهم بقى يا ستة كله لو لسه اول مرة تشوفي قناتي كده وبص انا بخدك كده بعل سوتي خدي جولة فيها كده على عجبتك ان شاء الله فضل انا ليس امرا اعملي اشتراك معنا وحبيبي كده اللي منورني يلا اعملوا لايك بصت بقى يا جماعة الفيديو والله العظيم تعبنا في جدا ومسرعه جاي ميدي يعني كان ممكن ان انا اعمله على جزئين بس قلت لا مش خسرة فيك والله لا سرعه فبصوا بقى لو بتحبوا وفاك كده وقدرتوا تعبي اللي انا تعبتوا في الفيديو ده والله ربنا اللي اعلم بيه بس انا بحب اتحكوا هزر وديكوا طقة ايجابية فلو قدرتوا تعبي كده حطوا لايكات يعني بصوا بقى يعني انا عايز اللايكات على الفيديو ده كتير 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 يعني مش خسرة فيه اكيد انا لكم فيديو حلو جدا 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 تنضيف عميك كده وكل بقى رغاوي في رغاوي تعالي كده بقى نبتدي الفيديو مع بعض هنا بقى جبت طبق كبير كده ومشغلها المية السخنة حطيت شوية كولور ابيض وحطيت شوية كده مسحوق ونزلت شوية بطاس ويعني قلبتهم كده باي حاجة انا كنت بقلبهم بالخشب اللي هي بتاعت المساحة اه اي حاجة كده اتصرفي وبعد كده شايفين الكاركبة شايفين المنظر ده مش مطبخي اه بدل حطي اللايك حطي اللايك بدل ملفه اجيلي المهم بقى كده يسدت الكل عملت ايجوه في الحمام حطيت الطبق البلاستيك ده وفيه مية سخنة وشوية مسحوق على شوية بطاس لو حد مش عارف يعني ايه بطاس اللي هي السودة الكوية اه وحطيت شوية كولور ابيض وخلاص قلبتهم كده بالخشبة بتاعت المساحة بالعصايا يعني بتاعت المساحة وبعد كده سبت فيها البتاع دوت اللي انتو شفتوه الشفات كان متبادل جدا انا كيد شفتوا منظره عامل ازاي بس انا مصيره على الفيديو قوي فحطيت فيه الشفات كده وحطيت كمان شايفين اللي بصوا انا طلعت هنا بوريكم اني انا طلعت كل المفارش متقطعة زي ما انتو شايفين كده والله محطها تاني قلت النفس كده المهم بحطيت الشفات وحطيت الصفات بتاعت المواقين كده ينضفوا مع بعض كده يتنقعوا في المياه ديت بيخليها لي زي الفل يعني بعد ما خلص الكلام ده كله هدخلهم هلاقيهم فل شامعة منورة مش هدعكم ولا حاجة بيكون طلع كل اللي فيهم بص بقى يا جماعة انا ما عنديش نيش انا بيعتي نيش بتاعي من بدري فاكريه فطبعا الحاجة اللي كانت في نيش كلها انا بقى موزعها في المطبخ وكده صيني اركبال الكلام ده كله فمش عارفة ودي فيه فطبعا لما بحطهم كده بلاقيهم بصوا اتحركوا اطباق صعبية تبقى هتوقع فخلاص يعني بصوا بقى بيت الدكتورة اللي قدامكو ديت عملت ايه جبت الطبقين البلاستيك دول وروحت حطى فيهم البتاع دول القرقبال والستيني زي ما انتو شفتوا كده والله العظيم شالهم لي وكده اجمل بكتير لما عوز اخد اطباق ولا حاجة اخد الطبق البلاستيك دوت او استبت البلاستيك ده واخد منه اللي انا عايزاي يعني المهم بقى ايه انا بانضف كده بالبخاخة البخاخة فيها مية قشر اللمون وشوية خل وشوية صابون وبانضف بيها المطبخ من جوة زي ما انتو شايفين كده وبالمها على طول يعني مش بتحتاج سلكة ولا بتحتاج حاجة بيبقى زي الفل معي يعني ده الطبيعي اللي بقوله لكم على طول يعني مش بيحتاج حاجة اكتر من كده المهم بقى قلت هعمل زي ما انتو شايفين رف رف كده خلي الدنيا بص زي الفل وهحاول انظم على قد مقدر كده عشان بيجد بجد مديني طاقة سلبية وانا وقفة كده في المطبخ يعني ساعات كده بني بقى مش واخدين بنا من حاجات متضايقة من المطبخ مش عايز تقفي فيه ليه فممكن يكون مكركب ممكن يكون فيه حاجات مش نظيفة مش قد كده فبتبقي مش مركزة للكلام ده فهو اللي بيديكي الطاقة السلبية دي معلش حبكة ولبكة وكان معاك دكتورة وفاقين هنا نشرت الاخبار يا جميع المهم بقى ايه خليت الضرفة دي تفل امر 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 بصوا هلما احبار دك كده من بره على طول الحمد لله حكتي يعني ما فيهاش اتساخات اللي هو بقى على طشق كلام ده كله اللي حكام بسيطة لكن متكركبة مش هقول لكم لا متكركبة طبعا ما شاء الله ربنا يخلي فبتقومي كل يوم تعملي اكل وشرب وتخسلي مواعين وايدك بتدخل المواعين ديت وتخرج الاطباق ديت فبنكركي بالدنيا مهما نكون منظمين برضي فاحنا يومنا يعني يومنا شاغل كده بتاعنا شغلنا شاغل زمورة هركز عشان بصتنا طالعين والله العظيم كنت جنب عمالة التاوب وعايزة نام وانا اصلا تعبانة الواحد مش نقصة كنت فبتنيمني وانا مسجل لكم الفيديو فكنت اقول لكم ايه شغلنا الشاغل يوميا وقفتنا في المطبخ ديت ويهي تاني اه ونتعب بقى وحلنا ما هدود بصها جماعة كده انا من اول الفيديو كده بعرفكم ان انا بسجلكوا الفيديو وانا طالعيني مهنكة خالص فيعني لو خدت جملتين كده مفدين مني احمد ربنا انش هتلاقي ولا كلمة الا انش هتلاقي بصت اصلا للفيديو وانا محولها تعبت جدا والله العظيم يلا الحمد لله مهمة هم وازاي هم وازاي زي ما انتو شايفين بقى انا مش هي بالفوطة وبالبخاخة وبعمل ضرفة 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 طبعا انتو بقى عارفين احنا سمينا الضرفة ديت ايه تمام ضرفة ايه اهدف وايه اهدف وقف على طول اي حاجة في ايدي بحدفة هنا في الضرفة ديت اكياس الزابلاستيك مش عارف ايه كده فبصوا بقى قلت ايه والله يهو انتو بالفيديو ده هتتحكوا اصلا على اللي هتشوفوا مني كل لما كون مش عايزة حاجة احد في جنب ايه جنب جنب التلاجة احد في جنب التلاجة وفي الاخر لميت كل ده في كيز بقى ورميته فقلت لأ مش اكرك بالدنيا لا يخلي ازايز ولا يخلي حاجة اهو يلا مش عايزة حاجة مش عايزة انا عايزة الدنيا تبقى هادي يا جدعين اهو فانا زي ما قلتلكم بخلي الازايز عشان لو حد جالي ولا كده بحب ان انا اديله صابون من اللي انا بعمله الكلام ده فوالله ما انا مدي يوم حاجة معلش انا حلفته معلش عدوها مش هديكم حاجة انا لسه مدي يوم قريب والله قدي ده يشغل انا سكوتي باشا لما بعض اقول لهم كده في الفيديوهات مفيش فايدة ده الموضوع بيزيد معاهم يعني اه المهم طبعا يا جماعة انا بقى اتحك والله بس هتقول لي يا وفاق ما انت حلفت ما انا حلفت عشان انا لسه مدي يوم فحليني بقى بعد شهرين ولا حاجة اه لما اعمل بقى وارجع ديوم تاني فكل ده هتزال رف رف كده وعمل انا اتضافه وارتب واشيل ده من هنا حط ده من هنا بصو الدنيا مكركبة خالص فعلمنظر مش مش طبيعي مش طبيعي خالص انا عايز اقول لكم اي اي مفرش بشيله من الرف بتاع البتاع دوت اه متقطع متقطع والله العزيم زي ما انتو شايفين كده ما فيش يعني حتتين كده بس هم اللي طلعوا مش متقطعين من المفرش بتاعة المطبخ دي فقلت ليه وفي عملتي في نفسك كده ليه يا حبيبتي ما انتو كنت بتحطي من غير المفرش وما تتعيبش قلبك هو كده اسهل لهو لما عطت ونظفت كده رف رف وروحت ايه حطيت الحاجة من غير المفرش انا عندي كده اسهل واحسن يعني لان كده كده احنا من الناس اللي ايه يعني انا من الناس اللي يعني ما بطولش يعني انا على طول اه انظف المطبخ من جوه لماه وفرخر الحمد لله يعني ما بصبنهوش بالسلكة خالص من جوه عمركو شفتوني بصبنه بالسلكة من جوه لا هو مش محتاج عارفين ليه مش محتاج لان ايدي فيه على طول حتى باهم اقول لا انا طولت لا ايديك فيه على طول الحمد لله اه المهم بقى هنا ايه العلبة دي بقى بواق الشاي مش عارف يا رابط اخلص اهيه فجمعتهم كده شيخدر على شي اه بتاع دوات هقول ليبتون هتقوليني المقطعة وانا قلتلكم والله العظيم الحاجة تخلص خلص والله يا جميع الحاجة هينت هينت خلاص انا هحلفتلكم ان شاء الله ان شاء الله كل فيديوه وعيدكم كل فيديوه وعيدكم ان شاء الله ان شاء الله اركز بقى واجيب الحاجة اللي ايه نشجع منتج بلدنا اجدعي نشجع منتج بلدك يا سيت الكل انت وهي والله اقول لكم اخرف ما تركزيش من بره واجي اجي لما عبيتها وفي ايه ديها خليتها فلة 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 بص بقى وبتديت ان انا رصص كده الحاجة والله العظيم ان ارتحت نفسيا انت عارفين على قد ما انا تعبت يعني بصوا انا خلصت الفيديو وقلت اسجله لكم ممكن مثلا ايه استنى لتاني يوم ارحم نفسي اخد هدنة وبعد كده اسجل الفيديو على مهلي يعني لاني كان معايا فيديو قبل ما انا هنزله لكم الكلام ده كلهم مهم لأ انا بقى اتبسطت وفرحت فقلت لا والله اللي سجله بردك ايه ويلا هم من زحم على قلبي يلا بالمرة بقى كده عايزتقول لهم حطوا لايك اه اقول لهم حطوا لايك حطوا لايك حطوا لايك شنكين ده عايب لكم عليها عشان تصالح لايك حطوا لايك اه 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 شاطرة خلاص المهم بقى اه زي ما انتم شايفين كده اه طبعا كل فيديو اجا سجله كوكا لازمة تبقى جانبي يعني اه كنت هقول لكم اه هنا بقى الدرج دوت كده مش عاجبني المنظم بتاعه فاخدتوا كده على الحدصة بنته معاليش بقى يلا بجملة التعب اه بصي خليك داقيق اه كده فعملك يا ست الكل المهم بقى لو وصلت لحد هنا كده لسه الفيديو فيه تنظيفات جامدة فلو وصلت لحد هنا يا ست الكل بالله عليك تعبت جدا في الفيديو فقدري تعب اختك يا حبيبتي ها مش هفضلاش هاتمنكم لايك كتير شاينفع الكلام دا فبجد بجد فرحوني بعد الفيديو دا بلايكات كتير يا جميع لايكات لايكات بصي نزي على الجرين ها نزي على الجرين وقالوا لهم وفعل نزلت فيديو حلو جدا مشجح حطوا اللايك نجي عليهم وقالوا لهم وفعل نزلت فيديو وحطوا خربت فارك يا وفين المهم يا أختي ما تركزيش برضه عشان ما تهيسيش بص الادراج عبارة عن حبشتكناك كتير مش عارفه وكان فيه في المطبخ بالزبط كان فيه سراعة المهم برضه كنا رتبت الدرج كنت اقول لكم رتبت الفيديو رتبت الدرج كده وزبطت الدنيا انا عايز اقول لكم بعد ما بهد حلي كده وبرتح نفسين تلاقيني بقى ايه قيمة تاني يوم بعمل أكل حلوة بعمل بعمل لهم حاجة حلوة مثلا كده بقى عارفة رايقة بقى رايقة بيت متمكنة من نفسها خلت مطبخها فلاشا معا بنوار بصت انا عايز اكتركزي مع الفيديو شفت انا بهرش في المغزين خربت فاري ايه اللي انا عملت ده فيش المطبخ جاب لي حالك جنان ما تركزوش يا جمال بص انا عايز اكتركزي بالفيديو نفس لكن ما تركزيش إلا انا بقوله بالذل انا عايز اهلمي نفس يا جدا انا هيص مهم التيربو ده التيربو ده طالعينه طالعين بص كل حاجة مش لقيه لها مكان احذفها في التيربو كل حاجة مش لقى هل درجة كن ده انا كان نفسي حبسها في التيربو ده ارتح منه بقى المهم بص الدرجة مكركبة جدا جدا بسمت بهدل ومحتاجي تصمم بقى فهل انا اسكت لا والله ما اسكت والله ايو خش يا بيتها وفاق الحوض هنا بقى باخد نفس عميق عشان اقدر اكمل فدخلت كده على الحوض والله العزيب فيديو ده فيديو مصخرة خالص بيتها وفاقها هيصت يعني دنيا هصت منها معلش شجم معلش التعب بيعمل اكتر من كده وفي نفس الوقت ايه بعد التعب ده كله فرحة بقى فرحة بقى المطبخ بقى ايه شتى بقى ونضف اسكت ومشانا طلعت المشاية كمان الجديدة مالي ايه مش قادر اقول لك والله مش قادر مش قادر قلت يا بيت تبطلي بقى بطلي خنصارة بقى عملت خنصاري مشاية في حركات في وعملت شيل لا ما تشيريش بقى لا طلعي حاجة فانا عايز اقول لكم ان انا عمل اطلعي الحاجة اللي انا جبتها فاكرين يعني انا عملت اطلع حاجة في حاجة فشكلي هطلع بقيت الحاجة يعني فبجد بجد قلت ايه لا بقى اشيلي الورد الورد اللي انا حطها دواب بقى كده وبجنينة اللي انا عملها في المطبخ دي قلت بقى لا اخس اللي بيت المشايات دي اتبتت وفاق وطلعي بقى المشايات جديدة بقى طلعيها بقى روائع على نفسك يا بيت والطالب يخلي شوي فطلعتها انا عايز اقول لكم منظرها والله العظيم بجد بجد فرق كتير لا فرق منظرها حلو جدا امورة 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 طبعا انا في في جروب كده لقيته منزل بقى ستاير بتاعة الحود فعايز اجيب بقى ستاير السطرة للحود اللون بتاعة المشاية يختي بقى البتها تعمل دويته النمى ايه البت وفاقك كتيل حلو جدا فهجيب سطرة ان شاء الله للحود كده ونعمل كده شغل عالي ما عليش بقى عشان حبيبي كده يلا بقى يلا شنفتح نفسكه اكتر المهم بقى زي ما انتم شفتوا كده انا خليتي التربو كلمة فلة دي شوية طبعا انا نشفت على طول الادراق عشان ارصصها لاني انا مش لسه هقفق كمان استنى لادراق تصفة يعني فبس اقولوكم على حاجة انتم شايفين كل العرخامة ده والله العظيم التربو شايل كل الكلام ده يعني تصوفي التربو كده من برا ما تتخيلش انه هو مليان كل الدربكة دي دي حاجات كده رفايع كده بسيطة فبجدب الدربك للمطبخ وما فيش مكان بصوا بصوا انا العلم اللي برميها دي على جنبي كل ده انا برميها يبردك في الارض يعني كل مش عايزة ارمي حدف فبصوا بقى انا لميت شوية بطرمانات على شوية ايه على شوية علم هديهم بردك لحد يعني ركز كده مثلا قبل ما ترميهم لا ممكن بردك حد محتاجهم انا بعمل كده والله بس ايه قبل ما ودي الحاجة للحد مثلا حدفتها في الارض مش عارف ايه لا اصبينها وحطها في كس حلو معلش زوقيا برضو يبصوا بقى انا عمال انظم درج درج زي ما انتوا شايفين كده بنشفوا بالفوتة بقى بس التربو كان متبهدل جدا انا من ساعة ما جبته يعني من ساعة ما جبت التربو ده معيك وانا مصبنتوش تاني صبنتو اول مرة وروحت راتبتي في الحاجة ومن ساعتها انا مصبنتوش فلاقيتو متطرب كده ومتلطش ولا مش هينفع الكلام ده بص معلها الامر دي يا اختي كميلة شكلها جميلة انا هاكل بيها جميع هاكل بيها انا بق كبير هاكل بيها شكلها مورق كنت جايباها وما استخدمتاش ونسيت اصلا اوريها لكم شافة ازاي نسيت مش عارفة فايه كلام ده لا لا لم يفعش الحركات دي فكنت شايلاها ورجعت وقلت بقى لا هتطلحها قدامي عشان افتكيرها يعني المهم اذا ببطت بقى التربو وشلي كل الحركات والحبشتكنات اللي انتو شفتوها ديت فالله لميل الدنيا ديت يعني هنا كان فيه دوات اه شوية بهارات اه لما كنت بفضل توابل معيك وفضل شوية دول فاسبتهم في الكيس فلما البهارات يعني مقلت شوية فرجعت ايه كملتوها هاخد بقى كل الكلام ده وكل الحاجات اللي عروخية اللي انتو شايفينها ديت هحطها في الحط عشان اصاب بينها مصطبعا كنت مشغالة الراديو الامر بتاع السوغرنا ده فار فار ياخت شكل فران كده فكان مسليني بقى حطة فلاشة بقى وايه وبيت وفام شهياصها بقى لاش بقى اما لو اقول له بصت انا عايزك تشهياصني كده سليني المهم بقى اللهم مصالحة للنبي يا رب انا جبت بقى شوية صابوت وجبت سلكة كده وروحت ايه بصبن بقى جزء جزء في السراميك اللي هو حوالين الرخامة ده وايه تاني بقى اللهم مصالحة للنبي يا رب هبتيجي بقى بص اي حاجة قدامي بخدها بحطها في الحوض عشان اصبينها يعني بصوا بقى انا ايه عملا افكر احط البتاع اللي هو العجان ده احط فين لاني عايزة الرخامة كلها اكون كده قديني بحب الرخامة كده تكون فاضية وكمان ادي مساحة النفس يعني ان انا ايه ابراحتي واخدراحتي كده ففكرت له فكرة كده حلوة بيت وفادي دكتور عبقرينو عبقرينو اشتغل جدين عبقرينو اشتغل النهار طلعت العبقر اللي جوايا وانفوخ اشتغل جدين قلتلك ما تركزيش عشان هتهاي بصي ما تهايسيش ماني تركزيش عشان ما تهايسيش بصوا بقى مسكت الكتل روحتي مصبنوه وبعد كده اللهم مصالع على النبي يا رب ده طقم التوزيع برضا صبنتوا جد طقم التوزيع ده بقى مش باين لكم في التصوير عشان بقى معلقية جن بضرفة المطبخ على طول بيبقى مش باين هو للعلقة ديت منه في كده فببقى معلقة يعني في الصراب فصبنتوا برضو لاني ايه لقيتوا متطرب كل حاجة لقيتها متطربة اللي يمون اللي عدوا دول زعبيبه هانم وزعبيبه بيه دنيا خربت زعبيب خربت الدنيا يعني الشباك بقى زي ما بقولوكو على طول بيدخل لي طرابة حتى لو في مطرة ألاقي والله وانا بعمل الاكل كده عند البتجاز بلاقي المطرة بحس بيه هدخل علي من الشباك يعني وانا عندي البتجاز فاكتريت الوقت في الشتة تلاقيني بقى افلاقيت الشباك يعني لو فيش مطرة ولا حاجة بفتح وسط وانا بعمل الاكل وارجع فيه تاني هنا طقم التوزيع زبطتوا كده وعلقتوا وهنا البيتاع بتاع التوابل دوت صبنتوا كل العلاء بالتوابل ديت من بره عشان زي ما انتوا شايفين كده تلمع وتبقى زي الفل معي وانا ماشي بقى كده في المطبخ كده يعني جزء جزء كده زي ما انتوا شايفين معي هنا برضو بسكت كده العجاب من بره لقيته برضو كده واخد طرابة كده خفيفة ما اي حاجة اي حاجة بتبقى عرخامة مكشوفة كده فبتتطرى بي فوالله العظيم لو ينفع ان انا دخله في ضرفة مطبخ بس ما ينفعش مش هينفع اه لقدر الله مثلا انتيجي كل شوية تدخليه في المطبخ تطلعي ممكن يقع من ايديك يجرى له حاجة ودوت يعني بمبلغ برضو مش حاجة يقولي يلا يعني فبعد اي دا دي فيه كده كده طفل يا اختي معلش نجيب الحاجة بالعافية المهمة بقى دخلت كده على البتجاز وقلت بقى صاب ان البتجاز بتاعي كان متبهدل كل حاجة كنت متبهدل والله والله ماليكو علي حلفان كل حاجة كنت متبهدل بسو انا والله العظيم سرعت لكم الفيديو دا جامد عشان ما تملوش وفي نفس الوقت آآ آآ كنت اقول لكم ايه وفي نفس الوقت عشان يعني ايه انا مش هقدر ان انا اسجل فيديوهين ورا بعض يعني تقلبي مطبخك على طول قبل ما الجو يتلج اكتر من كده وتبني مش قادرة تعملي اللي انا عملته دا فقومي كده بصي وعايز اقولك على حاجة عاملش زي ما انا عملت ماشي تاخد الشوار المتين بتاعك بعد العملة السودة اللي انا عملتها دا وتلبسي يا اختي شرب واحد دا ما ينفعش دا انا رجلي كانت متلجة شربين بقى شربين واحد من عند ابنك واحد من عند جوزك شربين في رجلي كده ماشي وحطي لكلوك كمان في دماغي معلش عايزين ندفع تالج 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 يا والله سبحانك سبحان الله يعني سبحانك يا ربي مرة واحدة يعني مش بالتدريج كده الجو هوا في شوية مطر لا هب مطر وزع عبيب كل دنيا تقلبت مرة واحد فيالله بقى مشيتي بتحب الشتاء وفاق شربي قلبومك هنا بجبت السلة بقى وروح تمصبنوها بردك كده عشان كل حاجة انا عايزة رحيتها تبقى مضيفة كده انا خليت السلة اخر حاجة عشان اصبنها وبعد كده اللهم صال على النبي يا رب مسكت الجروف بردك الجروف بتاعي روح تمصبنوها كده انا عايزة اقول لكم السلة والجروف ده انا بصبنه جوه في الحمام ما بصبنه مش هنا على الحود بس انا قلت ايه كده كده الحود زي ما انتم شايفين انا هتديله تصبينا من اعمق وقلبي ايه اللي انت رشتيه ده يا وفاق رشية كولور ابيض رشية كولور ابيض على الحود وروح ترشع على على الحنفيات عشان بيديني لمع حلوة كده وبينضف لك بيخلي فلا 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 وبعد كده بصبن جزء جزء زي ما انتم شايفين كده لاني عملا دقق في الحود قوي لاني لقيت فيه حتك كده مسفرة فما بتطلعش معايا بالصابون عادي يعني وانا اكتريت الوقت مش بدعكو بالسلكة انا بدعكو بالليفة بس الليفة لانا مخصصها على الحود فالنهار ده بس تغليت الفرصة شوية كولور كده على شوية صابون وبقى زي الفل معايا روقت علي شاطفت بقى الحود وليه بقى عملتو دول بقتي عشان ايه انا هحط بقى الجردل فيه اه لقيت كده البطرمون بتاع السلك برضو محتاج كده تصبيني من جه روحت برضو كده مصبينوه ويه ايه دي بقى كندة شوية تعبت من كندة جدعين كل فيديو يقول لكو تاخدوا كندة وتدولي بدلها مروحة لا انا ساعين ادولي بدلها دفاية اه بصوا انتو شفت انا رامية ايه اه مش هنا جبت الكياس او جبت الكياس اللي هي женщ جبت الكياس ايه женщ اللي انا كنت بقول لكو انا مش لقياها وحد فيكو قال لي انا جبتها فانا غيرت منك وانا غيرت منك وجبتها اخيرا كنتش لقيها والله كنت ساعت اقول ايه لحد مثلا من محلات عليها يستغرب اقول يا رب هو في ايه فانا قلت ايه لما حد فيكو قال لي لا يوفقنا جبتها وكده قلت طم هي موجودة عندنا هي عشان هي كانت مباطلة من السعودية فقلت طم هي موجودة هي لان كلها مسأل حد يستغرب الا انا بقوله ليه فالمهم لقيتها بردك في جروب كده فالمهم جبتها الكيس ده عامل 25 جنيه وفي ميت واحدة اه والله شفتو جبت السكراشت يا جدعاني معاكد سكراشت فكنت ازعلن ان الكيس قرأ بيخلص لا والله اوه مش قرأ بيخلص ده لسه في نصه فجميل جدا بحتاجه بصرا انا غطي طبق في اكل علم من هاشغط شوان بغطيها بيه جميل جميل جدا فكنت ايه بتمنى ان انا قبل ما اخلص الكيس ده اجيب كيس تاني فاشوفو شوفو يلا بقى حصد حلو جبتها و المهم بقى بسكت مالك يا منت بيجيبه له ارتجاج ليه كده عملك ايه عملك ايه حبيبتي انا عايز اقول لكم التربو ده والله العظيم بقى سوبكم الهزار اللي بقى تربو ده كم يبهد البهدلة ليه بقى عشان هو قريب من قريب قوي من البتاع دوت اسمه ايه اسمه ايه البتاع اللي هناك ده البتجاز قريب جدا من البتجاز بس على مين على مين خليته فل فل زهرت اللون بتاعه كده تاني وخليته امر انا صبنته اه وروحت بقى زي ما انتوا شايفين قلبا كده وجبت له ارتجاج لقى ارادي وجبت له تخلف عقلي يعني فوروحت ايه اه رصصت بقى لحاجة فيه تاني انا قلتلك يا سيدة الكل ما تركزيش لما تهيسيش سنة بعد ما بخلص المطبخ يا جماعة بتبقى ايه رايحة مني شو المهم بقى ايه اه هنا بقى جبت جبت الميكرويف ايه جبتوا ليه جبتوا ليه ما هو قاعد مكانه انا ولا جبتوا ولا وديته المهم الميكرويف صبنته من برة ومن جوة خليته زي الفل وبرضي خدت الطبق بتاعه صبنته بص يا جماعة انا السلكة كل شوية بغيرها السلكة كل شوية بغيرها عشان بس تقيت لقوني مسكت السلة الجروف صبنتهم فهتقولي وبالسلكة بتكمل لا بس طبعا انا بصور مش كل شوية هوريكي السلكة وانا برمي فيها بجيب غيرها وساعت اكمل عليها كده يعني بص بقى الميكرويف وانا بنزله هنا تقيل تقيل صعب كنت خايفة منه والله انا حس انها قعبية تقيل بطريقة مش طبيعية في جنب بس هو اللي تقيل قوي المهم بقى ايه بص بقى وفرت كده مفرشين من اللي انا خرجتهم من اسمه ايه من المطبخ لقيتهم دول مش مقطعين والباقي كله مقطع فقلت ايه يعني هعمل تغيير كده بسيط بيهم بردك يعني فحطيت واحد للميكرويف هحطت واحد هنا للفرن الفرن بعدته تزبينا من جوة من بره كده والله روقت عالدنيا دي الله ينور عليك يا بيت توافق والله تعبت يا حبيبت يا حبيبت يا ألبومك يا أختي اه تعبت طلع عينها طلع عينها انتوا عادين عالجاهز وانا طلع عيني فرق 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 مين؟ مين؟ اه انت ايه؟ فرق 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 كده اه انت عملت فرق 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 هو ده اللي انت فلحة فيه طبعا المهم بقى خلاص كده اه انا صرحت مع كنت وصبت الفيديو مسكت بقى الشباك وروح تي مصبنوه هو ابتديت بي اول حاجة اعيز اقولوك بقى الشفاط والحاجة بقت زي الفل جوه انا دخلت يا دوبك كده ايه ديتها اللي هي التصبينا العادية خالص ما تعبتش فيهم والله اه مسكت الشباك رحت مصبنوه التصبينا حلوة انا كنت الفيديو ده بقى عاملها على مهل كده من بالليل يعني قصي بقى عشان ايه يعني اتعب وانايم خشي اخي بقى تأنتخي كده بعد التعب ده كله يعني اه المهم اه رحت مصبنوه كده للصراميك اللي تحت الشباك على طول همسك جزء جزء كده في الصراميك الصراميك كم نبهدل برضو اه وانا ما يعني خلاص كده انا بالنسبالي ما ينفعش ان انا سيب المنزر ده اكتر من كده بصو ما انا بعمل ايه تحت انا بصبن برضك الصراميك اللي في الارضية يعني انا بصبن الجزء اللي فوق ده وبعد كده بصبن الارضية يعني بالمرة بالسلكة عشان تبقى نظيفة معي وزي الفل انت هتشوفوا اصلا وانا ببر الماء بالمساحة الارضية بقت عاملة زيه خليتها فلا 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 يالا ربنا يعني اوي قوينا يا رب هنا بقى مسكت المساحة وروحت احطيت شعاليها شوية مية على شوية الصبون كده بسيطة ولمعت الجزء اللي فوق ده كله هلمع كل الجزء بتاع المطبخ السوق اهو ما بيبقاش مبهدل مثلا في حاجة ان انت بحتاجة تمسك سلكة ولا حاجة لأ زي ما انتوا شايفين بتبقى اطرابة كده خفيفة مغي مالك اللون ومطرح بقى ما بتطبخي بتعملي اكل الغبارة ديت زي ما بيقولوا فبجدد ديته تلميعة كده حلوة وبمسك المساحة ديت تاني بشطفها وارجع اديله تلميعة تاني كده بمية مضيفها من جرس صبون وخلاص بيبقى زي الفل معي يعني لكن الجزء اللي تحت ده بالزيت اللي هو حوالين البوتجاز ده اللي لازم انا صبينه زي ما انتوا شايفين كده بالسلكة وبالصبون واشطف بالمية وخلاص على كده طبعا الجزء اللي تحت ده كله انا بردك هعمله انا واريتكو كده حاجة بسيطة من اللي انا بعملها في الصراميك لكن الباقي انا كملته كده مع نفسي كمان دخلت المطبخ نضفتها هنا بقى بشطف كده مكان ما انا صبينت انا صبينت تحت الارضية خلتها فلة ورجعت بقى ايه البوتجاز مكانه التربو مكانه بس ايه واسكة خلاص ان تحت كل الحاجة دية نديفه زي الفلة خلالت تغيير بسيط كده هيعجبكو وهي بردك مستقنية رأيوكو فيه هنا بقى انا شلت كده السطارة قلت لا لا المنظر ده عايزنا نزله نزله بلت وفا الحامل هو يتنزلي معاه فهروح دي مسكة ايه السلكة وشوية صابون ونضفت كده الصراميك بقى بتاع الحيطة والارضية كله كله وكمان صبنت الحط كده من تحت وخليته زي الفلة معايا خلاص على كده الحمد لله عايز اقول لكم الغسلة دي اتنزقتها وعملت وروها بس مع نفسي بقى يعني ما قدرتش بقى كل ده صوره يعني خدت راحتي يعني كده مع نفسي هنا بقى شطفت بقية الارضية كده وخلاص على كده بصوا بقى يعني وانا بجري بالمساحة كده الدنيا فلة طبعا مسكة السبب بتاع الغسر صبنته ودي الشفاط زي الفل ودي البتاع دي تصبنتها اللي هي بتاعة الموعين بصوا الحاجة كلها بتلمأ ايه وعى المشاية ايه وعى المشاية لا ما قولكيش بقى عالجمال وهنا بقى حطيت المشايتين كده في دخلة المطبخ وهنا رصصت حاجات بسيطة كده فوق التلاجة اللي هو المناديل كده كده عحتاجها جرها بس تقولي لي اي رأيك في المشاية وخليت الدنيا زي الفل معاية وبصوا بقى خليت المساحة دي كلها كده فضية رخامة كلها فضية حطيت التربو كده هناك وروحت حطيت عليه العجان فما خدش بقى مكان ايه رأيكو بقى في الفكرة دي وحطيت هنا التربو التاني عملت اختلاف كده بسيط عشان عبقى مبسوطة كده وانواقف ولك معالف السلامة واستنظر ان شاء الله فيديو جديد اشتركوا في القناة